موسيقى تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث العاشرة نناقش فيها أوضاع المواطنين المعيشية وتدهر أحوالهم مع استمرار تدهر العملة الوطنية تتحدث الأمم المتحدة عن 18.2 مليون شخص يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وينعكس هذا الوضع على ظروف الناس المعيشية اليومية حيث يزداد أعداد الفقراء وتزداد الحاجة إلى المساعدات والتدخلات الإنسانية ما هي خطط الحكومة ولماذا لم نجد حتى اليوم تحركا جادا من أجل معالجة هذه الاختلالات في أوضاع الناس وخاصة في الجوانب الاقتصادية ضيفي في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الأستاذ منصور الغدرة ضيفنا الكريم حياك الله مرحبا بكم ومشاهدكم الكرام أهلا وسهلا بك أهلا إذن قبل البدء نشاهد هذا التقرير الذي عده الزملاء ونعود من جديد إذن مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير نعود بعده لنبدأ حوارنا مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ منصور الغدرة دماء اليمنيين وأموالهم تمتصها ميليشيا الموت والفشل والفساد يستكملان ما تبقى لليمنيين من أسباب الحياة ومن نجى من إجرام ميليشيا إيران ألقاه عدم مصادر الدخل والتهاوي السريعي للريال في النيران واقع مأساوي يتلفت فيه المواطن بحثا عن الحكومة التي ينتظر منها الحل لا أن تصبح جزءا من المشكلة وأن تكتفي بتكرار وعود إنقاذ العملة وإيجاد حلول لأكثر من مرة وعود تتبخر في كل مرة وتتبخر معها آمال فقراء يتشبثون بالحياة عبر الوعود مدركين أنه لن تنقذهم إلا دولة يفترض أن تعود ليفاجئهم ويفجعهم مسار يذهب بعيدا عن استعادة الدولة فإذا كل ما في حياتهم يصب في خانة مخططات ميليشيا الموت وكأن سياسة التجويع باتت سياسة ممنهجة ولم تعد خطيئة عابرة ما يعنيه المواطن وإن كان مكشوفا للعالم بلغة الأرقام إلا أن ما يكمن خلف كل رقم من المآسي والأوجاع والآلام يبقى فوق كل تصور واحتمال وفقا للأمم المتحدة فإن أكثر من ثمانية عشر مليون يمني بحاجة لتقديم الدعم العاجل وأكثر من سبعة عشر مليون وستمائة ألف سيواجهون عدام أمن غذائي حاد خلال السنة الحالية فيما يفتقد أكثر من اثناء عشر مليون بياه الشرب النظيفة ويعيش أكثر من ستة ملايين وسبعمائة ألف في مخيمات غير ملائمة وضع كارثي يقف فيه من يستلمون رواتب أمام حقيقة أن رواتبهم لا تكفي لأساسية الحياة في ظل تدهور العملة وارتفاع الأسعار وتلك حقيقة يحضر في ضوءها السؤال كيف هي إذن حال ملايين لا يصلهم حتى فتاة راتب وهل تدرك الحكومة أي بركان يغلي في صدر الشعب أجدد ترحيبكم مرة أخرى وأشكر أيضا الزملاء في الإعداد على تجهيز هذا التقرير مرة أخرى أرحب بضيفي الأستاذ منصور الغدرة الكاتب الصحفي ضيفي الكريم حياك الله وأهلا بك في قناة سهيل وبرنامج حديث العاشرة حياكم الله ومشاهدكم مرحبا بكم ومشاهدكم الكرام أهلا وسهلا لو بدأنا وتحدثنا عن أوضاع الناس يعني أنت صحفي وقريب من المواطن وأنت مواطن أيضا قبل ذلك وتعرف كيف بدأ ويستمر تدهور الأوضاع المعيشية لدى المواطنين كيف يمكن وصف اليوم الحال المعيشية لدى اليمنيين وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية وأيضا في المناطق المحررة أوضاع المواطنين وأوضاع مزرية نتيجة لك إدت مشاكل الكثيرة منها أولا ضعف التدخلات الإنسانية كانت في الأساس ثانيا توقف الحركة الاقتصادية نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ عشر الآن دخلنا في السنة العاشرة نحن في حالة حرب والبلاد في حالة حرب الصادرات موقفة حق البلد وبالتالي الأعمال متوقفة الناس فقدوا كثيرين فقدوا أعمالهم الآن في النقطة الأخيرة وصلت الآن تدهور للحالة للعملة الوطنية العملة الوطنية الدهور دائما التدهور يكون في العملة الوطنية عندما تكون هناك في علم الاقتصاد أنه العرض عندما يقع التضخم العرض يزيد على الطلاب تحصل تدهور للعملة لكن نحن الذي نشاهده هذه الأيام أن العملة غير موجودة العملة الوطنية ونفس الوقت تدهور يعني غير موجودة بشكل كافي والمطلوب ليش بمعنى أنه في هناك ناس مكدسين العملات في شركة الصرافة المفرخة كثيرة والذي هذه موجودة يعني معناتها تخزن العملة الوطنية عندها وبالتالي هذا يؤدي إلى أنه حركة وارتفاع أسعار العملات الصعبة أمام العملة الوطنية ليس طبيعيا ولا يوافق السوق ولا يوافق العمل المصرفي بمعنى فيه هناك اختلال إدارة البنك قيادة البنك البنك المركزي لا يقوم بأعمل الرقابة لا يقري عمليات الرقابة الموانئ موقفة غلاة الأعمال الآن مع الدخل كمن البحر الأحمر وعسكرة البحر الأحمر الآن توقفت حتى الاستياد وارتفاع رسوم الشحن وارتفاع رسوم الشحن هذه كلها كارثية في نفس الوقت أنت عندك مشاكل أخرى الأمم المتحدة والمنظمة المانحين والمنظمة الدولية والمانحين لن يتفرغوا لك بذلك إذا لم تكن تتفرغ أنت لنفسك وعذا مطلوب من الحكومة أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالإعداد والمالية بجميع الوزارات اللقنة الاقتصادية تقوم بإعداد استراتيجية كيف تحل المشاكل لكن أنت وصلت إلى نقطة سانات إليها في سياق هذه الحلقة أستاذ منصور وهي نقصة المعالجة وأيضا الحلول التي يمكن أن تقوم بها الحكومة قبل ذلك نريد أن نفسر أو نشرح طبيعة المعاناة التي يعيشها اليوم المواطن اليمني كيف ينعكس كل هذه الاشكاليات التي ذكرتها في سياق حديثك وهي أشكاليات كبيرة وصعبة جدا أمام الحكومة كيف يمكن أن نشرح اليوم حال المواطنين في الأسواق وخاصة أن هناك فئة كبيرة من الناس هم من النازحين وهم من الفئات الأشد فقرا والذين بحسب الأمم المتحدة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة شوف الوضع مأساوي للناس كلهم الآن الصباح اليمنين أعتقد أنه بتحول إلى مقاعة إذا استمر الوضع على هذا الحال الآن بإعلان المقاعة يعني مقاعة لأنه وضع مزري بوضات النازحين النازحين الآن في مخيمات النازحين في إذا ما تحصلش عنده قلص 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 يعني أو صح ما فيش ثانياً المواد القامح والذى كله قد أصلاً هو قد هو ملاقص من أول الآن مخيات الله الآن حتى الذي يعني يقدرش يشتري يروحش يشتري ما يقدرش يشتريه أصلاً ما فيش معه سيولة من فين القامح ما فيش الآن معك النقلة زي ما تقول الآن نقل تحول إلى مشكلة الآن التأمين ارتفع 60% التأمين الناقلة للوسائل ثانياً الآن هل بدأنا يعني نستشعر هذه الأزمة قصة ما يتعلق بهجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر وتأثيراته على المواطنين هل بدأ بالفعل تأثير هذه الأزمة على الناس؟ أصلاً هو قد كان موجودة الآن زادت الآن زاد المعانات ضعفت ضعفت كثير الآن في البحر الأحمر تعسكرت البحر الأحمر الآن ميليشيا الحوثي معه تحاكم الشي السفن الموجودة في البحر الأحمر الآن تحاكم السفن الآن خلال الأسبوعين الماضيين كل الأخبار تتحدث عن هجوم في خليق عدان في البحر العربي يعني بمعنى أنه هناك سيناريو لأسكرة البحر الأحمر من قانة السويس إلى خليق مع خليق عدان مع البحر العربي مع المحيط الهندي إلى خليق عمان بمعنى أن هذه المنطقة الآن تطويق المنطقة العربية القزيرة العربية تطويقها وخنقها ومن ناحية النقل للمواصلات هذه وقطع الطريق الحرير الذي هو مشروع صيني مشروع صيني الطريق الحرير الذي هو الطريق التقاري الذي تعول على الصين حتى أنه استشعرت الآن الصين في الثلاثة أيام الماضية استشعرت الصين بالخطورة بالخطورة الأمر وبدأت تتحدث عن أنه بانزعاق تتحدث بغضب وانزعاق أنه ما يقري في البحر الأحمر وهذا يعتبر التوترات الذي في البحر الأحمر هذه ماهيش عاقبة نعم إنعكاساتها صعبة إنعكاساتها صعبة جدا الآن في مناطق ميليشيات الحوثي مضررين بحر الأحمر لكن الآن الموانئة لمناطق الشرعية يعني كانت كلها معظم التقارة معظم التقارة العربية هي مع الصين معظم التقارة مع الصين نعم والمتضررة بالتالي هي الصين تتضرر لما تنقل الآن المعركة تنقل معركة البحار لما تنتقل لخليق عمان والمحيط الهندي والبحر العربي تصبح منطقة مغلقة الموانئة بما فيها الموانئة الشرعية نعم يعني بمعنى أنه الحوثي الآن والميليشيات الحوثيين هذا يقول له إمريش أو هذا يقولوا لن يتضرر لن نكون نحن المتضررين فقط نعم قدر علينا على الكل يعني نشي نعملها هو الحوثي ما يهمهوش الحوثي بتجيله حق المساعدات بتجيله الأشياء هذه بيدوها بتوصلها أمريكا وبريطانيا بوصله وهو أيضا يستغل المواطنين عبر هذه الشعرات التي روجه من أجل سلب المواطنين ونهبهم بطريقة أكبر هو بيستثمر بيقول نحن أمام عدوان بيخاطب المواطن نحن أمام عدوان وهذا قد بدأ بدأ من خلال حتى الرسالة النصية التي بدأ يرسلها إليهم لدعم ما يسميه القوى الصاروخية ولدعم القوات التي تمشي في هذا ما يفتح هذا ما يعمل عياد نعم إذن اسمح لي أستاذ منصور أن نشرك معي في هذا النقاش الأستاذ وليد الجبزي ووصح فيه وناشط سياسي مرحبا بك أستاذ وليد كيف يمكن اليوم أن نصف أوضاع المواطنين مع استمرار ارتفاع الأسعار وضعف قيمة الرواتب هذا إذا كان الموظف أيضا يصله الراتب نشكر القائمين جميعا في هذا البرنامج الذي يلامس حياة المواطنين ويتحدث عن معانتهم طبعا يعيش المواطن اليمني أوضاع معيشية واقتصادية صعبة في ظل الانهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأخرى مما زادت معانة المواطنين حيث ارتفعت الأسعار بشكل قنوني لقد أصبح الراتب في هذه الأيام الذي يكاد يستلمه بعض الموظفين هذا إذا كان يستلم راتب لا يستطيع شراء به أبسط مقومات الحياة في حين أعرف أن هناك موظفين نازحين تقريبا لهم من أربعة إلى خمسة أشهر بلا مرتبات في حين انقطعت مرتبات كثير من المواطنين وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الهوذية لقد أصبحت المعاناة للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية تتضاعف وبشكل كبير وبإزدياد مع إزديادة الانهيار التي متسارع للعملة الوطنية لماذا لا يبدو أن أحد يتحدث عن هذه المعاناة عن أحوال المواطنين المعيشية والمتدهورة في هذه الأوضاع التي تعيشها بلادنا طبعا مع الاستمرار المتواصل للدهور الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني إلا أن هناك صمت مطبق من قبل الجميع الجهات الرسمية الأحزاب السياسية المكونة السياسية الجميع لا يكاد يتحدث عن هذا الوضع المأساوي الذي وصل به حال المواطن اليمني وكأن الأمر هذا لا يعنيهم في حين نلاحظ أن المواطن منهكا من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور حيث أصبح يشعر بخيبة أمل مما وصل إليه كما أنه فقد الأمل بالجميع سواء أحزاب أو نقابات وغيرها ممن كانت دائما تقفص في هذا المواطن المغلوب على أمره نعم برأيك كيف يمكن أن ينعكس هذا الارتفاع المتسارع للأسعار على تدهور الأوضاع السياسية وزيادة الاضطرابات والقلاقل في البلاد بالتأكيد بالتأكيد الأوضاع الاقتصادية ستؤثر سلبا على الأوضاع السياسية في البلاد حيث أن عدم الاستقرار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في البلاد أو في اليمن هنا بالتأكيد سيعمل على تدهور الأوضاع السياسية مما يشكل تحدي كبير للقوى السياسية والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية حيث سيعمل الانهيار الكبير لهذه العملة بزيادة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي أكيد هذا نلاحظه من خلال لقاءتنا أو حديثنا مع المواطنين في الشارع حيث أصبحوا أن هناك لا يوجد أو لا يرون أي هناك معالجات حقيقية ستقفع لا ستقوم بها الحكومة لمعالجة الوضع المعيشي الذي وصلوا إليه كما أن المواطنين يرون أن هناك صمت مطبق لجميع المكونات السياسية المشاركة في الحكومة شكراً شكراً جزيلاً شكراً أستاذ وليد الجبزي الصحفي والناشط السياسي شكراً جزيلاً لك أستاذ منصور الحقيقة أنت أتيت على نقاط كثيرة مهمة في سياق حديثك حول الأسباب التي تضاعف المعاناة سواء أسباب مباشرة أو أسباب غير مباشرة اليوم المواطن اليمني هل بالفعل بدأ يلمس تأثيرات كل هذه الاختلالات في المنظومة الاقتصادية كل هذه الحروب وهو أصلاً منهك ومتعب من حرب دامت لتسع سنوات والآن في العاشرة أكيد المواطن يعني هو في النهاية لو دخل أين من أين يأتي للدخل هو من أما من عمل أو من راتب أول الآن ماهاش موجودة الآن لا موجود لا عمل لا موجود لا عملة لا موجود لا موجود احتياجات الأسعار ترتب مرتفعة السلع مرتفعة السيولة مش موجودة العمل مش موجودة متوقفة كل شي الآن مواطن كل هذه العكاسات الآن كل قلنا الظلحين لما عسكرت عسكرت في البحر الأحمر توقفت حتى الاستياد حتى الاستياد الآن كم ناس عايشين على الاستياد السمكي التقليدي فعلا وبدأ مواطنون يشكون من هذه النقطة بشكل كبير يقول لك الآن في سلطنة معلومات أنه ما لا طير يطير فوق البحر الأحمر إلا وسقط ولدرجة أنه أصبح لدينا أفراد ومحاميات داخل القزر أصبحوا الشبه محاصرين ومنهم سحبوهم سحبوهم لخارق خرقوهم وناس لا زالوا داخل كأنهم محاصرين لأنه ما عافيش الآن أي حاجة تطرع بفوق البحر الأحمر تضرب وأيضا مع الألغام البحرية التي زرعت ميليشيا الصيادون لم يعودوا يستطيعون ممارسة مهنتهم لكن كيف الآن معك لو استمرت الحالة الحالة هذه بريطانيا تطور الآن بريطانيا معها خطة تطوير المضادة لتسبة المسيّر بـ 515 مليار مليون دولار الخطة تنتهي متى تبدأ عملية التطوير من الآن إلى 32 بمعنى أنك أنت الحرب بتظل الوضع بايز يظل زي ما هو الآن في البحر الأحمر وخليق عدام بيظل إلى 2032 على الحالة هذه بعدها عادة بتبدأ الحرب بعد 32 لأنه إسقاط التطوير وزارة الدفاع البريطانية تتحدث عن تطوير مضادات قوية صواريخ لإسقاط المسيّرات الحوذية أستاذ منصور يعني ما نشيش أيضا نقلب المواجهة ونوطي أخبار صعبة هذا وأنا محبوب لكن خلانا اليوم نتكلم برضو عن هذه الدعايات التي ترافق ما يقوم به ميليشيا الحوثي يعني البعض أيضا يقول بأن هذه الميليشيا تقوم بدور لمساعدة الفلسطينيين وبأن هذا سينعكس إجابا على الفلسطينيين في غزة هل يعني يفيد الحوثي اليمنيين أو الفلسطينيين بأي شيء المشروع الإيراني الصفوي داخل المنطقة العربية بالتحالف مع إمريكا وإسرائيل وبريطانيا هذه كل المشاريع هي مشاريع بريطانية ومعها قناحين قناح أسكري اللي هو إسرائيل والقناح السياسي إمريكا هذهم ينفذوا المشروع الآن والأدوات حقها وهم الإيران ومليشيتها في المنطقة هذهم تطويق المنطقة حماية تشكيل حجام أمني على إسرائيل في المنطقة هذهم ناس يعني كلفوا بأن يستلم لهم المنطقة ماذا حدث في العراق ماذا حدث في سوريا ماذا حدث في لبنان ماذا حدث في اليمن هو تسليم السلطة والحق لجماعة الشيعية التي مناصرة للشيعة لأنها هي الأسلام والأمان لإسرائيل نعم هذا حديث غزة ما استفادل غزة من؟ هل سقط قندي؟ الآن داخل البحر الأحمر أساطيل تقاوزات تعمل إلى جنبا إلى جنب الأساطيل الأمريكية والبريطانية والأوروبية والغربية كلها تعمل إلى جنب مع الإيرانية نعم دعنا أيضا نعود إلى نقطة هذا الحوار فيما يتعلق بارتفاع الأسعار أيضا تدور الوضع المعيشي للناس الأمم المتحدة خرجت بنداء يوم أمس وتقارير تتحدث عن حاجة 18.2 مليون شخص يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة خلال هذا العام فقط وتتحدث بعض الأرقام عن مطالبتها بأربعة مليارات دولار هل تعتقد أنه مثل هذه النداءات يمكن أن تساعد الشعب اليمني أو يمكن أن فعلا أن تلقى أذانا صاغية في مثل هذه الأجواء الصراع في المنطقة والعالم الآن العالم لأسف نحن العالم الآن مشغول بأشياء كثيرة مشغول بمشاكل في كورانية مشاكل في الشرق الأوسط الآن فهذا نحن ما استغلينا هذا الوضع كان المفترض نداءات دائما هذه الأمم المتحدة هي تعمل نداءات هذه أيضا نحن كشعب يمني لا نستفيد من يعني ما يمنح من هذه المساعدات عشرين في المية وبالباقي يذهب مكافأة تقصد ما يصل إلى الناس أيوة ما يصل إلى المواطن هم عشرين في المية والباقي يذهب مكافأات ونقليات وعلاوات وحفافز للعاملين بالمنظمات ثانيا نحن في المنظمات المنظمات زادت كلما زادت المنظمات تقلصت المساعدات التي توصل للمستفيدين للناس فبالتالي نحن في معانا صحيح أن المساعدات هي تحل جزء من المشاكل تحل تخفف من المعاناة لكن في حال لم تحصل عليها الأمم المتحدة الرقم الأربعة مليار وشوية إذا ما حصلت عليها الرقم يعني بالنهاية تقول لك أنه بتوقف وخلال السنوات الماضية يبدو أنها عاجزة عن الوصول إلى هذا الرقم يعني هي فقط تضع رقم وتحصل على نصفة بسيطة مليار 800 دائما وهذا الرقم حتى يتناقص عاوة أنا أعتقد لو دعت الآن هي وعملت مؤتمر مانحين وهذا لن نحصل عليها هذا الرقم طيب أنت ما حصلت على الرقم هذا لمن يباعت يتعطعه هذا اللي بتأخذ المنظمات الدولية والمكافأة ورواتب الأصحاب الموظفين أستاذ منصور بعد الفاصل سأسألك عن إنعكاسات ذلك على المواطن أيضا كيف يمكن الحكومة أن تتحرك بشكل إيجابي لماذا لم نسمع لها همسة أو حتى حركة أو على الأقل كلمات تخاطب بها الشعب لمسألة المعالجات التي يمكن أن تقدم عليها خلال هذه المرحلة لكن اسمح لي أن أذهب إلى هذا الفاصل القصير مشاهدين أفاصل ونعود من جديد اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام بصحة فيها الأستاذ منصور الغدرة مرحبا بك من جديد أستاذ منصور أرحبا بكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا أستاذ منصور يعني هناك أيضا قطاع كبير من الشعب لا يستلم رواتبه سواء في مناطق سيطرة الميليشيا أو بعض القطاعات في مناطق الحكومة الشرعية كيف يعيش هؤلاء وهم أيضا لا يحصلون على رواتبهم أولا حتى لو حصل على الرواتب حتى لو حصل عليها ما تجيبش حاجة العملات يعني مدهور الأسعار مرتفعة طيب اللي راتبه اللي راتبه 80 إلى 100 ألف إيش يقدر يسوي فيه ما لا يسوي فيه حاجة الآن الكيسة الدقيقة في 50 ألف 60 ألف يعني إيش بيعمل فيه الآن في المدن 50 ألف 60 ألف في الأرياف يوصل لهم بـ 65 بـ 70 يعني إيش بيعمل ولا أعمل حاجة هذا أولا ثانيا الرواتب هي مش موجودة أصلا خاصة في القوات المسلحة والآمن والآن حتى في المناطق القنوبية حتى المدرسين أصبحوا ما يستلموش وعملوا مظاهرات قبل أسبوعين خاصة النازحين النازحين ما معاهم يعني وضع يعني وضع مزرية الحكومة إذا لم تتحرك الحكومة فعليا وقدة فعلة فعليا مقدين إذا قدت الحكومة وعملت بروح الفريق الواحد أما إذا يظلوا في مماحكات سياسية ومماحكات والمصالح أيضا الشغلة والمصالح هذا لن يصلوا إلى طريق نعم ماذا يمكن للحكومة ولماذا لم نسمع رئيس هذه الحكومة يخرج للناس ويتحدث عن أوضاعهم أو على الأقل يشرح ماذا يمكن لهذه الحكومة أن تقوم به خلال هذه المرحلة وهم يشاهدون ويعرفون بكل تأكيد ماذا يعانيه الشعب وكيف تتدهور العملة وكيف يؤثر ذلك على ارتفاع الأسعار وبالتالي على أوضاع الناس المتدهورة أصلا الحكومة المفترض كما أعلنت أكثر من مرة الحكومة كان المفترض ما تخرج من اليمن تعود إلى اليمن بحيث تعاني تلاقي نفس المعاناة أما تعمل من خارج هذا ما قد فيش حكومة تعمل من خارج ولا يمكن أن تعمل هذا واحد اثنين على الحكومة عليها أن تعد فريق حكومي تعد استراتيجية عاقلة تعملها بالمنظومة متكاملة بلوايحها بإقراءاتها على الحكومة والأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية بما فيها كلهم هضم عليهم أن يعملوا بفريق واحد لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي ممكن تعملها الحكومة المفروض يكون فيه هناك استراتيجية من وزارة الاقتصاد من وزارة الصناعة من وزارة التجارة ومشارك فيها وزارة المالية وزارة كل الوزارات الكهرباء يعملوا حلول الآن لازلنا نحن في مشكاليات حل مشكلات الكهرباء في عدن يعني كل مشوية وكملا الوقود وطلبه ووقود يعني لازلنا نحن نعاني يعني لن تستطيع هذه الحكومة أن تحل قضية واحدة كيف بتحل أنا معنا في استراتيجية في معاك أيضا لازم تحرر الموانئ والمطارات لازم أن تحصل على الموارد حقها لازم الحكومة لازم أن تتحصل الموارد الإيرادات لحد الآن من عبد الرزاق الهجري تكلم في 2019 بشأن الذي هي الموارد الدولة قال كل محافظة تعمل لحالها كل محافظة تحصل لنفسها وبحقها وتصرفها من نفسي وتعكلها من نفسي هذا مصح في موارد سيادية لازم أن تحصلها الحكومة في موارد لا زالت بيد الميليشيات والحكومة تهركها بيد الميليشيات تقدير أن تسحبها معاك الموارد الرسوم الطيران لازلنا لحد الآن ما قدروش يؤهلوا الحكومة ما قدرش يؤهل ما بين ثمانين فريق يدير المركز الوطني الملاحي القوي للأرصاد الذي يسمح الآن قبل أسبوعين هنا منعت ميليشيات الحوثي من طائرة أممية في مطار مهرب قبلها بيومين منعت طائرة سودانية بمعنى نحن لازالت الملاحة بيد الميليشيات الحوثية حتى في إطار التحالف التحالف العربي طوال فترة التحالف العربي كان الأقواء اليمنية تحت سيطرة التحالف الأقواء الإقليمية اللي هي من خليق عمان من خليق عمان من بحر عمان إلى الهند كانت مربوطة أيضا بالحوثيين بالحوثي كانت الملاحة وهم تسددون نحن الحكومة تسدد الرسوم والاشتراك حق العضوية بهيات الطيران الدولي وهو يتحصل الرسوم الأقواء يعني بمعنى إنه 45 مليون دولار ما تنفعك ليش أنت المفترض معك ضريبة الكبار المتكلفين ليش ما تأعيدهاش طيب أستاذ يعني أنت مع شرحك لمثل هذه مثل هذا العجز من قبل هذه الحكومة هل يعول عليها بإجراء إصلاحات تتعلق بالمواطنين يعني إذا كانت لا تقوم بحصر أموالها وبحصر أموال الشعب وتذهب كثير من هذه الأموال إلى جيوب الميليشيا الحوثية ولازلت أيضا العديد من القطاعات تحت الهيمنة والسيطرة الحوثية هل يعول عليها بأنها يمكن أن تستمر بإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية تنعكس على المواطنين في الميدان أم أن يبدو أن لا أمل من هذه الحكومة شوف نحن بالنسبة للحكومة الحكومة هو قرار مسلوب قرارها مسلوب نحن قرارها مسلوب هنا أنت ممكن تضغط يضغط وممكن التحالف السعودية هي ممكن التي تعمل تضغط على الحكومة تفرض عليها خطوات تعملها يعني الآخر هو من سيفرض علينا السعودية هي لأن ما فيش أنت بمعكش قرار أولا التحالف هو ممكن يسلم لك الموانئ حقاك يخليك تديرها يقبرك أنك تديرها لكن الحوثي يقصفها الحوثي يقصفها الحوثي بسيط الحوثي ما يقصفش إذا تفاهموا معه الناس كله عمش يضربوا ويضربوا لنا ما قد في أصلا أنت لازم تحرر إذن ما معكش أنت حل واحد إما أن تحرر تتحرر من الميليشيات وإلا أنك تضغط تمارس مهامك بداخل اليمن عليك أن ترقع داخل اليمن الحكومة على مجلس النواب أيضا نفس الخبر على السلطة الشرعية تتحرك القضاء أن يتحرك أن تفرض أن تعقد محاكمات للفساد للهوامير الفساد الذي هم المتلاعبين لابد أن تعقد محاكمات عاقلة وسريعة للناس هؤلاء الناس الأم معك لابد أن تغلق شركات صرافة والذي يتلعب بالعملة لابد أن تحرك تحرك السياسة المالية صح لابد حتى أن توصل إلى إغلاق التصدير إغلاق التصدير باستثناء المواد تقصد الاستيراد 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 أن تغلق باب الاستيراد للكماليات الكماليات بالذات الكماليات ما تخلي إلى المواد الغذائية بناس معينين تحددهم أنت وغير المتلاعبين الآن معاك أنت تفتح اعتمادات للمستوردين داخل البنك المركزي بسعر الدولار الآن حتى لما تبيع بالمزاد تبيع بالمزاد الدولار أنت مكانك يعني أنت تؤسس لتلاعب بالأسعار لأنك أنت تقول من شعطينا الدولار يكون بـ 800 بالسوق وانت تقول من شندي لي 1200 بالدولار يبيع له يقول لك هذا ما أشتري منك تبيع له دولار بـ 1200 ويروح يبيعه بالسوق بـ 1500 يعني يعمل مضاربة الحكومة ودكتور معين عبد الملك هو من أول يوم جاء فيه لهذه الحكومة وهو يقول بأنه سيركز على الجانب الاقتصاد اليوم مضت سنوات طويلة على وجود هذه الحكومة هل الإشكالية بوجود هذه الحكومة هل نستطيع أن نقول بأنه إذا أوجدت حكومة أخرى ستتحلح الأوضاع وتصلح الأوضاع لأن الإشكالية لما تكون أنت ما فيش رؤية عندك حتى لو تقي حكومة وهي نفس الخبر ما فيش حاجة ما هو كان معانا أحمد عبد بن دغر وكان هو الذي وكان وقالوا أنه فاسد وأنه ذو وضبعده يعني الموضوع إذا لم يكن راضي عليك الآخرين وهم الآخرين قادين في أن يعملوا لك يحسنوا بنوضاعك ويخلوك تعتمد على نفسك نحن إذا أردت الحكومة إذا أراد اليمنيون أن يعتمدوا أن يعشوا خرقوا من هذه الأوضاع عليهم أن يعتمدوا على نفسهم بالدرجة أساسية يعني هناك أحزاب لازالت قائمة ولازال لديها مؤسسات أو مسميات لدينا أيضا وسائل الإعلام لدينا أعضاء مجلس نواب يستلمون رواتبهم أين هؤلاء لماذا لا يتحدثون عن أوضاع الناس أوضاع المواطنين لماذا لا يرفعون صوت المواطنين ويعبرون عن حاله الصحب الذي يعيشه اليوم للأسف الكل أصبح لا يحمل قضايا الشعب قضايا المواطن كلهم أصبحوا يهموا عظم مجلس النواب عفوان عظم مجلس النواب والأحزاب أصبحوا لهم مرتبات تتقاضوها من الخارق وأصبحوا لا يقدروا أن يعبروا عن هموم المواطن لأنهم أصلا في الخارق متنقلين في الخارق ثانيا هم أيضا يستلموا رواتب ويخشى أنه يقول لك أننا المشكلة معنا طيب أليس هناك قضية وطنية أليس هناك بلد اسم اليمن أليس هناك انتماء وطني أليس هناك شعب هو الذي طلع هو الذي عمله هو الذي عمله حزب هو الذي عمله وزير هو الذي عمله عظم مجلس النواب الشعب هو دار الخبر لكن هو الآن الانحيان ل�면 الانحيان 20 سنة 20 سنة عظم مجلس النواب وهذا مع الشقي صاحب العشرين سنة الذي قد انتخبوا قبل عشرين سنة معه now قد مات واه والṬ بعض النواب ماتوا قد ماتوا فلهذا نحن للأسف الحرب عملت فرمة للذاكرة اليمنية الصغير والسياسي والحزبي لم يعدوا يعملون والآن أصبحوا كلهم يعمل كيف يحصل على حقه مستحقاته يأكلها وخلاص والآن طريقة هذه ما خيارت هذا الشعب؟ إذن ما خيارت الشعب هذا نحن خيارتنا إلا المعركة نحرر البلاد من الميليشيات من الميليشيات أينما كانت شمال ولا شبقارق ولا غرب لأنه إذا لم يوجد حلول حلول إذا لم تتحرك الحكومة بالسرعة لإيقاد حلول ومعالجات للقضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطن فإن البلاد رايحة إلى مقاعة نحن ما بحد معه باقش حتى الصومال ما يقبل نحن حتى الصومال القرن الإفريقي الذي كان أقبوتي لأي يعني هل يمكن أن ننتظر وضع أسوأ من الوضع الحالي؟ هذا عدو في أسوأ أذن أسوأ الآن الآن هذه العشر السنوات هذه اللي مضات الذي كان عنده سيولة مدخر لها أنفقه أستهلكه الآن بعدها بيصبح ما عارفش أحد معه الذي معه الذي كان عنده قد ينفقها لكن نصبح الآن خلال السنوات القاية الوضع مزري ولا هذا على الحكومة أن تتحرك على المعانا يمكن أن تغلق قد نقول له ممكن أن تتخذ جملة من الإجراءات أنه تغلق حتى تغلق الصرافة حتى توقف الصرافة توقف السوق الحر تغلق السوق الحر ممكن تغلقه لفترة معينة بينما ترتبه لوضع أي واحد ملتزمش بالسياسة المالية السياسة النقدية للبنك المركزي المفروض بدل ما يصدر بيان أو تصريح باسم مصدر مسؤول بالبنك يعاتف أنه في أربع شركات مستحوزة للعملة مكدسة العملة مخزينة العملة عندها مسيطرة على العملة يعني عاد هناك حتى استحياء مصدر مسؤول عاد حتى ما يقدرش يقول ليش أنا ما أنت أنت ليش وضعت عندها أنت جهة سيادية ليش وضعت عندها أنت وضعت إلا لرسم السياسات والبراقبة على تنفيذها وإلزام الآخرين بتنفيذها على أنه لم عملت عمل هكذا الوضع مزري طيب نجد أيضا أنه الاضطرابات تتزايد في عدد من المناطق إذا ما تدهرت هذه الأوضاع طبعا أيضا هناك بعض الأطراف السياسية التي تبدأ تستغل تستغل وتقدم نفسها وكأنها خارج الدائرة السياسية هم الظلحين حتى في عدن في هذا يقول لك الانتقالي يصدر بيانات الحكومة لا ترجع الحكومة لا ذا يجب أن تقال يجب أن تقال إيش بسعب حتى لو عملت أنت فوق المرة لولا بعدتها بالطريقة هذه والمر لولا أصدرت بيان وعدتها بالرقاعة من نفسها وأنت شريك في هذه الحكومة وأنت شريك جز منها وأنت وأنت الحكومة تقول لك أنا ما قدرت عمل من عدن بسبب بسببك أنت يعني كيف هنا في تناقضات التناقضات لازم على الكل أن يتخلى على المصالح الآنية الضيقة والحسابات الخارقية يعني يبهل أن على الجميع أن يلتفت إلى قضايا المواطن إلى الوطن أنه الوطن يذهب إلى الهاوية نعم ما لم ما لم فإن ما هي السيناريوهات المتوقعة السيناريوهات والله هذه السيناريوهات أنا أعتقد أنه الشعب ما ينهاش قدام تقع عمليات نهب قد دخله حتى إن شاء الله إن شاء الله أن الأمور تكون أفضل من كذا أستاذ منصور الغدرة وتكون أيضا هناك تحركات جدية من قبل الحكومة إذا لم تقع جدية من الحكومة ومن البقليس القيادة هل هو أضعت بيروح إلى الهاوية أشكرك جزيلا شكرا السيد منصور الغدرة الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك العلانة يعني استطعنا أن نسلط الضوء على جانب من واقع المواطن وتدهور معيشته خلال هذه المرحلة ولعل الله أيضا يفرج عننا هذه الكرب التي اجتمعت يعني بقدها وقضيضها ضد هذا الشعب شكرا جزيلا إن شاء الله نتمنى ذلك نحن نقوز من الضحايا نعم بكل تأكيد شكرا شكرا جزيلا عفوا أشكركم أيضا مشاهدين على طيبة المتابعة ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زمناء طاقم العمل دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة